موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم يا طرق سمعتوا قبل كده عن قوات قاديروف ايوة بالضبط انا اصد القوات الشيشانية الموالية لغائس الشيشاني رمضان قاديروف هو عموما المنظومة او المنظمة العسكرية دي اسمها قوات احمد ودي نقدر نعتبرها النسخة الشيشانية المسلمة من قوات فاجنر وعلى فكرة القوات الشيشانية حاليا بتقاتل في شرق اوكرانيا وبتتقدم على حساب الجيش الاوكراني وحققت كمان انتصارات بالفعل هناك على الارض ضد كتايب الجيش الاوكراني زي مثلا تقدمها في بلدة مارينكا جنوب غرب ايدونستيك طيب دلوقتي احنا عايزين نعرف ايه هي قصة القوات دي وعددها كام وبتعمل ايه في اوكرانيا وهل هي لها علاقة بروسيا ولا شغالة لحسابها باختصار قوات احمد كانت عبارة عن مجموعة انفصالية شيشانية اتأسست في التسعينات بقيادة احمد قاديروف رئيس الشيشان السابق ووالد رمضان قاديروف رئيس الشيشان الحالي والموضوع كله بدأ مع الحرب الشيشانية الروسية الحرب اللي كانت ما بين المجاهدين والقوات الروسية في الشيشان كان في الاول احمد قاديروف بيحارب مع المجاهدين ضد روسيا وبعدين انقلب على المجاهدين دول ورح حارب مع الجيش الروسي ضد المجاهدين اللي في الشيشان تفسير الانقلب ده بقى يطول شرحه لانه موال كبير جدا لكن المهم ان في النهاية روسيا انتصرت وتم تعيين احمد قاديروف رئيسا للشيشان وابنه من بعده اصبح رئيس برضو للشيشان هو كمان والقوات العسكرية اللي اسسها احمد قاديروف لسه موجودة لحد دلوقتي وهي تعتبر القوات الرسمية في الشيشان ومن بداية الحرب في اوكرانيا والقوات دي اعلنت جاهزيتها للانخراط الكامل في القتال فصف الجيش الروسي لان زي ما احنا عارفين الشيشان تعتبر تابعة لروسيا وللمعلومية الجيش الروسي بيسمي القوات الشيشانية بمفارز احمد اما عددها بقى فرمضان قاديروف اعلن ان عدد القوات الشيشانية اللي مشاركة في الحرب الاوكرانية حوالي 26 الف مقاتل اما بخصوص التسليح فكل الاسلحة اللي بيستخدمها القوات الشيشانية هي نفسها هي هي بالضبط الاسلحة اللي بيستخدمها الجيش الروسي لدرجة ان المركبات المضرعة اللي بيستخدمها الشيشانيين مرسوم عليها حرف زد اللي هو الحرف اللي بيرمز للعملية العسكرية الخاصة للجيش الروسي اللي موجود في اوكرانيا دلوقتي لان زي ما احنا عارفين روسيا مصممة ان هي ما تسميهاش حرب مش بتسمي اللي بيحصل في اوكرانيا ده حرب اطلاقا بتسميها عملية خاصة علشان لو ما نجحتش روسيا في تحقيق اهدفها يبقى اسمها عملية عسكرية وفشلت ما يبقاش اسمها ان احنا دخلنا حرب واخسرناها روسيا لا تقبل الخسارة ولو حتى بالكلام نصحين او الجماعة الروس دول خلينا اقول لحضراتكم ان حوالي 12 الف مقاتل شيشاني هم في الاصل متطوعين مش جنود محترفين يعني تقريبا نص القوات الشيشانية المنخرطة في الحرب الروسية هم شباب شيشاني متطوع تم تدريبه بشكل مباشر تحت اشراف القوات الخاصة الروسية وفي منهم كمان 7000 مقاتل شيشاني نجحوا في الدفاع عن مصالح روسيا في المعارك بالفعل نفهم من كده ان مش كل القوات الشيشانية مشتركة في القتال الفعلي على الارض ولكن بحسب البيانات الروسية القوات الموجودة بالفعل على ارض اوكرانيا حاليا من القوات الشيشانية حوالي 7000 مقاتل شيشاني فقط بس الاعلام الروسي عنده رأي تاني وبيقول ان القوات الشيشانية اكبر من كده بكتير ومستحيل انه كمان يكون عددها 26000 مقاتل بس ولكن بحسب المعلومات اللي قدرت ترصدها الصحافة الروسية فان عدد القوات الشيشانية اللي داخل اوكرانيا بيتراوح ما بين 10,070 ألف مقاتل يعني مش سبعة زي ما الجهات الحكومية الروسية بتقول وده بيفصر التسليح الضخم جدا اللي بيوفره الجيش الروسي للقوات الشيشانية المشاركة في الحرب يعني عندك مثلا الدعم اللوجستي الكبير جدا اللي تم تقديمه للقوات الشيشانية زي مثلا ايه 2014 وحدة من المعدات الخاصة بتتضمن مركبات مضغعة ربعية الدفع واجهزة للرؤية الليلية والحرارية وطائرات مضادة للطائرات المسيارة واللي اكد ان عدد القوات الشيشانية داخل اوكرانيا بالفعل قد يتجاوز كمان 70 ألف ان رئيس مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين اعلن رسميا انه يسلم المواقع اللي سيطرت عليها قواته قوات فاجنر اللي هي مدينة بخموت للقوات الشيشانية بداية من اوائل شهر يونيو الحالي تحديدا من يوم خمسة اعلن انه هو حينسحب يعني نقدر نقول ان القوات الشيشانية هتبدأ طفرة سيطرتها على مدينة بخموت بعد ما تستلم الاشراف على المدينة من قوات فاجنر وده بحسب تصريح يفجيني بريجوجين رئيس مجموعة فاجنر وخلي بالحضرتك هنا في نقطة مهمة جدا لازم نستوعبها قصة ان فاجنر تنسحب من بخموت وتسلم ادارتها للقوات الشيشانية فدي حاجة مش سهلة ابدا لان قوات فاجنر هي اللي المفروض عارفة مداخل ومخارج المدينة وعارفت بالممارسة جميع تفاصيل البيئة المحيطة بخموت ولازم القوات اللي تستلم مكانها في الاشراف على المدينة تكون بنفس عددها وبنفس كفائتها وبنفس تدريبها وبنفس تسلحها وإلا حتحصل كارثة وممكن الجيش الاوكراني يستعيد المدينة كلها خلال ساعات لان القوات الجديدة اللي حتستلم زمام الاشراف على المدينة قد تكون معندهاش الفكرة الكافية عن تضاريس المدينة أو خرائطها ودي صاررة ممكن يستغل لها الجيش الاوكراني ضد القوات الشيشانية بمنتهى السهولة طيب ليه اصلا قوات فاجنر حتسلم زمام الامور في مدينة بخموت للقوات الشيشانية وتنسحب منها حسب رأي المتواضع اللي قد يصيب وقد يخطئ دي تعتبر تكتيج دفاعي من روسيا تحسبا للهجوم الاوكراني المضاد اللي تكلمنا عنه قبل كده كتير حتقول لي طيب ايه هو بقى الفرق ما بين قوات فاجنر وما بين القوات الشيشانية حقولك ان الفرق بيكمن في العقلية الروسية أو في التصور الروسي الخاص بكل قوة من الاتنين يعني مثلا الروس بيثقوا اكتر في القوات الشيشانية وده لان القوات الشيشانية بحسب التصور الروسي شارسة اكتر وعندهم صلابة قتالية غير عادية وده لان روزة نفسهم اتبهدلوا في الحرب ضد الشيشانيين صحيح الحرب انتهت بانتصار الروس في النهاية ولكن الجيش الروسي اتبهدل فعرف كويس جدا مدى صلابة القوات الشيشانية فبالنسبة لروسيا او خلينا نكون اوضح بالنسبة لبوتين شخصيا القوات الشيشانية افضل بكتير من قوات فاجنر في النواحي القتالية وبالتالي الشيشانيين هم افضل اختيار بالنسبة لبوتين لو قرر انه يدافع عن مدينة بخموت ضد الهجوم الاوكراني المحتمل وكمان فيه هدف سياسي برضو من تواجد القوات الشيشانية داخل مدينة بخموت وهو انه فلاديمير بوتين حابب انه يوجه رسالة لقوات فاجنر والرئيس هايفجيني بريجوجين ويقوله بالبلد كده احنا نقدر نعوضك ونقدر ان احنا نستبدل قواتك في اي وقت واكد حضراتكم فاكرين انه في الايام اللي فاتت وربما الشهور اللي فاتت كمان رئيس مجموعة فاجنر كان بيقول تصريحات قوية جدا ضد الجيش الروسي وقادة الجيش الروسي وحتى ضد بوتين شخصية ولو حضراتكم فاكرين برضو انا قلت ان اكيد بوتين حيرد على طولة لسان رئيس مجموعة فاجنر بس في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة وازن انه انسحاب مجموعة فاجنر من مدينة بخموت وتسلمها للقوات الشيشانية يعتبر هو اول رد فعل من بوتين على التصريحات البديئة اللي كان بيقولها رئيس مجموعة فاجنر في حق الجيش الروسي وفي حق الحكومة الروسية وفي حق الرئيس الروسي شخصية على اي حال خلونا ما نسبقش الاحداث الحلقة دي ما كانتش اكتر من عبارة عن تعريف سريع بقوات احمد التابع لرئيس الشيشان رمضان قاديروف والمساندة للجيش الروسي في حربه ضد اوكرانيا لان القوات الشيشانية حيكون لها دور كبير في العملية العسكرية الروسية خلال الايام وربما الشهور اللي جاية خصوصا مع بداية الهجوم الاوكراني المضاد المحتمل او المنتظر فبالتالي لازم حضراتكم تكونوا عندكم فكرة كويسة جدا عن القوات دي لاننا حنتكلم عنها كتير اكيد في الحلقات اللي جاية وبالمناسبة القوات الشيشانية موجودة اصلا من بداية الحرب وحققت انتصارات بالفعل ضد الجيش الاوكراني خلال الشهور اللي فاتت او السنة وكم شهر اللي فاتت بس التركيز الاعلامي كان كله منصب على مجموعة فاجنر العسكرية ياريت حضراتكم تشاركوني بقراءكم في التعليقات هل تعتقد ان القوات الشيشانية حتقدر ان هي تقلب الموازين على ارض المعركة لصالح الجيش الروسي؟ وهل تتوقع ان المقاتلين الشيشانيين حيكونوا افضل من قوات فاجنر زي ما الروس بيعتقدوا وهل هيضروا ان هما يحققوا انتصارات اقوى لصالح روسيا ولا الهجوم المضاد الاوكراني قد يكون حاسم وهيتمكن الجيش الاوكراني من انه يستعيد المدن الاستراتيجية اللي خسرها زي مدينة بخموت وغيرها من المدن اللي موجودة في شارع اوكرانيا وجنوب اوكرانيا واللي الروس بيسيطروا عليها حاليا اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة